كتير ما بنسمع في نشرة الأخبار جاءنا هذا البيان ممكن حروب تقوم بسبب بيان وممكن سلامي عم بسبب بيان لا شك إن البيان بيستمد قوته من صاحب البيان فإن صدر بيان من ملك أو رئيس ينصت الجميع باهتمام لهذا البيان وده مجرد بيان من البشر فكيف الحال ببيان صادر من رب البشر هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين هذا بيان للناس هذا الكرآن أعظم بيان لجميع الناس وهذا الكرآن أهم بيان لكل الناس يعني إيه معنى بيان يعني بلاغ أو إعلان أو تصريح هذا الكرآن بيان لسعادة الناس في الدنيا والآخرة وهذا الكرآن بيان لإرشاد الناس لطريق الحق وهذا الكرآن بيان لإزالة الشبهة وإقامة الحجة على كل إنسان يا ترى فهمت دلوقتي معنى هذا بيان للناس كل أمر في القرآن بيان وكل نهي في القرآن بيان وكل وعد أو وعيد بيان هذا الكرآن بيان للناس مؤمن وكافر أما المؤمن فيسارع بالطاع والإذعان لكل بيان وتقوم به الحجة على الكافر في الدنيا والآخرة طيب وإيه الواجب على كل واحد مننا سمع البيان لازم أولا يفهم البيان ويستوعبه كويس ثم بعد ذلك يعمل بالبيان على الوجه الذي يحبه الله ويرضاه ثم بعد ذلك يبذل قصارى جهده لتبليغ البيان لكل إنسان وهدى وموعظة للمتقين وهذا الكرآن هدى وموعظة للمتقين بتقول لي مين؟ للمتقين قال المفسرون هذه الآية قسمت الكرآن إلى قسمين بيان عام لكل الناس وبيان خاص للمتقين معنى كلمة هدى إرشاد لكل ما فيه خير في الماضي والحاضر والمستقبل ومعنى موعظة تذكير تخشع له القلوب المؤمنة ولا يستجيب للهدى والموعظة إلا المتقون نسأل الله العظيم أن نكون من المتقين جزاكم الله خيرا هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين